القوة الحقيقية تنبع من داخلنا من قوة إرادتنا إرادة قوية هي مفتاح النجاح في أي مجال من الحياة عندما تكون إرادتك قوية يمكنك تحقيق المستحيل الإرادة الصلبة تحقق المعجزات القوة الحقيقية هي قوة الإرادة لا قوة العضلات الإرادة القوية تحطم العوائق وتفتح طريقا جديدا لا شيء يمكن أن يوقف إرادة الشخص القوي الإرادة هي الشمس التي تنير طريقنا في الظلام عندما تكون لديك إرادة فأنت تمتلك القوة اللازمة للتغلب على أي تحدي قوة الإرادة تجعل الأشياء المستحيلة ممكنة لا تستسلم أبدا لأن الإرادة القوية تتغلب على لي إيسي الإرادة القوية تحقق النجاح والتحقيق الذاتية الإرادة الحقيقية تعزز الإصرار والتحمل لا يوجد حاجز لا يمكن تغطيه بإرادة قوية إرادة الشخص هي ما يحدد مصيره القوة الحقيقية تكمن في قوة الإرادة لا في الظروف عندما يكون لديك إرادة فأنت تقدر على تحقيق أي هدف ترغب فيه الإرادة الصلبة تجعل المستحيل ممكنا والممكن أسهل القوة الحقيقية لا تأتي من الخارج بل من الداخل إرادة الإنسان قادرة على تغيير مجرن التاريخ الإرادة القوية هي السلاح الأقوى في يد الإنسان الإرادة القوية تجعل الحلم حقيقة إرادة قوية تعني أنك تؤمن بقدرة تكع على التغيير لا تسمح للصعوبات بإخماد إرادتك الإرادة الحقيقية هي تزام يستمر حتى نهاية المشوار إرادة الشخص هي ما يدفعه للقفز فوق الحواجز الإرادة القوية هي القوة الحقيقية للشخص القوي عندما يكون لديك إرادة فأنت لا تتوقف عند الصعوبات الإرادة الصلبة تحقق الأهداف وتحقق النجاح الإرادة القوية هي سر وراء الإنجازات العظيمة عندما يكون لديك إرادة فأنت تصنع الفرصة الإرادة الحقيقية تعطين القوة للقتل حتى النهاية القوة الحقيقية للإنسان تكمن في قوة إرادته إرادة الإنسان تحقق المعجزات وتتحدى الأقدار الإرادة الصوء لبة تحول الأحلام إلى حقيقة إرادة قوية تستدعي الشجاعة والتحدي الإرادة الصلبة تحطم الحدود وتتجاوز العوائق عندما تمتلك إرادة قوية تكون قادرا على تحقيق أي شيء تريده الإرادة الحقيقية تمنحنا القوة لمواجهة التحديات الإرادة هي ما يجعلنا نسير عكس التيار ونحقق المستحيلة القوة الحقيقية تكمن في قوة الإرادة والتصميم الإرادة القوية هي السلاح الأعظم لتحويل الأحلام إلى حقيقة الإرادة الصلبة تجعلنا نقف صامدين أمام أي اختبار الإرادة القوية تمكننا من البقاء قويين في وجه الصعاب ترجمة نانسي قنقر